السلام عليكم و مرحبا بكم انتمنوا ان شاء الله تكونوا بخير و تكونوا في صحة جيدة يا رب اليوم سنقوم بكيكوب بزاف سهلة و في نفس الوقت تجيب نينا و تحمر الوجه نجوزوا المقادير اللي هي بسيطة جدا عندنا نص كاس سكر و نص كاس الزيت و نص كاس الحليب زوج حبة ولاد الجاج رشة على الملح و مغرفة كبيرة على الخل الاليفير شيميك و باكي تعليف له بدوق الفارولة عندي مغرفة صغيرة على باتاغوم ثاني تعليف خلط و كاس و نص تاع فارينة اكيد الفارينة كيلتها بنفس الكاس اللي كنتشوفو فيه الحليب و الزيت نجيبو الريسيبيون هذي طريقة سهلة بلا باطر بلا حتى حاجة يعني غير بالفوي و تكون واجدة يعني ولغا ما شدتلي خمس دقائق تم تم بريباريتها و كانت واجدة يعني في الطيابة رحا تشدلكم اتناشين دقيقة اهنا يا بعد ما نحط هاد السكر و نحط البيت نحركهم مليح مليح حتى نشوف هاداك السكر داب تم تم نحط هاداك الكاس على الحليب نزيد نخلطهم مليح مليح و نزيد نص كاس على الزيت يعني نص كاس سكر و نص كاس حليب و نص كاس على الزيت نحط هاداك الباكي تاع الفلن و لازم نحطه الفلن لازم نحركه مليح مليح باش هكذا السكر اللي يكون في الفلن يدوب لنا و هنا انا غير حطيت هاداك الباكي تاع الفلن و ايش نحكي لكم على الريحة و على واحد الريحة تجيب بثاف هاي اللي تحبي تأكلها و هي خضرة نزيدهم غرفة صغيرة تعالى باتا غوم و نحرك رشة تاع الملح و كاس و نص كاس تاع فارينا الفارينا كي نبها هاداك الكاس نحط لالي فيخشيميك و نقعد نحرك مليح مليح حتى نشوف الفارينا دخلت لي مليح في هاداك الخالي السائل اللي حطيناه هادا هو القاوام نحط مغرفة تاع الخل الظهر تاع الخل هنا رح يطيناه نطولي خفيفة بزاف و دوكتوفو كي طيب القاوام تحاكي فشي ولي يعني الشكل تحاكي فشي ولي اهنا يندهن البلاتاعي بزبدة و شوية زيت و رشة تاع الفارينا بش ما تلسق ليش و نحط كامل هاداك الخاليط نكون شعلت الفوق على مليح 70 دراجة ندخلها الطيب اللي من تحتها نشوفها ناشفها و طابت اللي من تحتها نشعل عليها من فوق و نحط زوج تقاهيق و نخرجها و هنا كما تشوفو راهي طابت و طلعت ندخل المص باش نتأكد بلي راهي نشفه بعد ما تأكلت بلي راهي نشفه نشعل عليها الفوق من الفوق حبيت نقولكم هذا البلات فيه 25 سنتين مباشرة و هي سخونة نقلبها باش يجيني الوتش التحاشباب و نقدر نديكوره كما حبيت شوفو كيفاش جات تجي بزاف 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 خفيفة أنا متأكدة نهار كتيوها ما راحش كامل تستغنوا عليها و كنت حضرت معاك كوكيكا بالفلون دوق الشوكولة ان شاء الله هدربوطرها حنخليها لكم في صندوق الوصف أنا متأكدة باللي راح اتعجبكم ثاني سوختوني يحبوا دوق الشوكولة و هي سخونة نديكوريها بالشوكولة ايضا ما عندكم شوكولة او لا تحبوش تقدروا تديروا لها معجون بنواة كوكو يعني وش يكون عندكم في الدهر التزيني يقعد اختياري بعد ما نديكوريها اكيد لازم على الاقل نخليها حوالي نص ساعة ولا زود سوائع باش تشتروحها باش نقسمها الشكل التحى شوفوش حالي جيش باب و جي راقي ما ميجوكم ضياف على غيلة تقدرو توجدوها لهم راح اطيبلكم ما بيد التحضير والطياب التحى خمسة شنا دقيقة تكون واجدة ايما عندها شهادو ولي بي بيت صغل تقدر تدير الفرميسة تاني جيها نفس يعني جيها بزاف شبه كما هكذا انا عجبتني وانتو معطون يا رايكم وخلولي رايكم في التعاليق دوك نقسم لكم باش شوفوها كيف شجت لداخل شوفو كيفاش انا نقسم و هي تتفتت وحدها بسم الله شوفو كيفاش جي جي بزاف 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 هيلة و بزاف خفيفة اهنا راي سخونة ودوكا نقسم لكم باش شوفو كيفاش جيت خفيفة نتمنى ان شاء الله الوصفة تعليم تكون عجبتكم وتكونوا استافدتوا منها وتاني نتمنى تسيوها نزيد نقسم معاكم باش شوفوش حل خفيفة كيما لكو شوفو مجيش نشفها يعني جي مزيتة و جي بزاف هيلة ما بقى لها نقول لكم بقاوا على اخر تهلا و في رواحتيكم و لا فيديو لاحق ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة